أروي ليش غصة الليلة حدثت اليوم فيديو طلع على الواتس أب طفلة صغيرة قاعدة تاكل شغلة وأبوها سألها شنو اللي قاعدت تاكل لشبدة شبدت قاعدت لشبدة أبو بكر يقوم ليش أحد رموز المعارضة اللي تكلمين عنها والتكتلات السياسية ويقاعد يبدع بتويتر على البنت وعلى أهلها وعلى كذا إن زين ونعال أبو بكر أحسن منك يطلع للخال البنت يقول لي أبوها وين رايح أنت نحن ناس سنة وهذا وين رايح طب أنت يوم أني كنت أثرتها الضجة هذه طائفية مذهبية على شنو يعني إذا كنت تعلم ما تفعل عفوا اللي تقصد البنت عشان نوضح المشاهدين طلع أبو بكر طباخ مال طلع طباخ أنا تقعد تقعد تجربة اللي مسويها أبو بكر طباخ أنت صاحي مينون شا سالفة يعني إذا أنت ما تدري وقصه عليك فأنت لا تستحق أن تؤتمن على بلد وإذا كنت تدري ومسوي شذي لا بعد سواد ويك أكثر شنو هالمنطق هذا لا تقولي اعتذار وسحب وقال أنا آسف أنا قاعد أقولي الطبيعة السيئة فيهم النزعة الشريرة فيهم على طول طار يبي شعلها هاي طق برايك المفروض أن أنت إنسان تحب هذا الوطن ومقسم على حمايته واحترامه لشان لما تشوف شذيه تستر عليه وتقضب وتهدي متروح تهيج الشارع وتسويها الخبصة